كاذب درسامة شفت المباراة زي النهاردة بين الزمالك وسموحة طبعا مستقى جدا بصراحة يعني طبعا من بركة لأندي سموحة يعني ده نادي الأندية المحترمة جدا والأندي الكبيرة اللي لها مكانة من أول مصعد للدور الممتاز مكانة قويسة مع الرئيس نادي محترم الحاج فرج عامر المهندس فرج عامر مع عمود يرفاني كفء كابتن أحمد سامي إنما في الأول في الآخر الزمالك كان محضرش جميز للمباراة بشكل كويس جدا ما قدرش يستوعب أني أنا عندي بطولة اسمها البطولة النهاء الكونفدرالية وبطولة مهمة إنما عندي بطولة مهمة أكتر كمان بيعشاقها جباهير نادي الزمالك هي بطولة الدوري وتفتكر إحنا من فترة كبيرة جدا نتكلمنا أن الدوري في عز تعصرات نادي الزمالك وتغيير الأجهزة الفنية ومعما جاء التولي المهمة لجميز قلنا أني لسه الدوري في الملعب والمرسل لسه طويل ويقدر الزمالك يعود وينافس على بطولة الدوري النهاردة في لقطة مخيبة للأمال بتشكيل غير متوقع بغيابات مجموعة لعيبة كبيرة جدا ومهمة جدا لنادي الزمالك بداية من أحمد فتوح وعمر جابر والمسلوسي ودونجا وزيزو مجموعة كبيرة من اللعيبة اللي كانت لازم تبقى موجودة بشكل أساسي في تشكيلة نادي الزمالك وأبدأ بها المباراة عشان أقدر أحقق ثلاث نقاط مهمة جدا وأبدأ أعمل تغييرات على حسب سر اللقاء بالشكل اللي يرضي جمهور أو نتيجة المقرأة عشان تبقى في صالح النادي الزمالك وجمهور النادي الزمالك طبعا شوفنا النهاردة أننا بلعب نضاي في حتة الباكليفت وهو في الطبيعي هف ريت فدي مشكلة لأن انت حتى ما تحتاجه في مباراة نهارة بركان انت مش هتلعبه في المركز بتاع الباكليفت مكان أحمد فتوح انت هتلعبه في مكان هف ريت شوفنا النهاردة زياد كمال هو ممكن يا كابتن أسامة بيفكر انه لو فتوح مثلا قدر لا أصيب حصل حاجة في المطش وخرج هو بيجاهز البدايل مش منطقي يفكر كده طب هو فتوح نزل في المباراة ولا ملعبش خالص نزل يعني كان وارد برضو ما نزله انه هو يتصاب وكان وارد ما نزل زيزه انه يتصاب وكان وارد ما نزل دونجانه يتصاب عمر جابر والمسوسي نفس الكلام الاصابة دي حاجات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى انا كنت أقدر ألعب بالضبط انا ألعب يعني أنا النهاردة وفرتهم لسه عندي أسبوع كامل انا كنت ألعب لانه في الطبيعي جدا ان انا اجهز اللعيبة بحالة بدنية وفنية لان انا بلعب مباراة في الدور العام يوم الحد والمباراة في النهاء الفدرالية يوم الحد يعني عندي أسبوع كامل اي مدرب بيحلم بيحلم انه يكون معاه خمس وحدات تدريبية قبل اي مباراة فانت النهاردة معك سبع ايام تقدر تدي راحة للعيبة اللي هو اليوم التاني للمباراة أجازة وابتدي الأسبوع بتاعي بشكل كامل واشتغل عليه بشكل كويس جدا ده انا لو ما عنديش مباريات وفترة فيها توقف مثلا ما فيش دوري ما فيش لعب ما فيش حاجة الطبيعي ان انا في نفس التوقيت ده يوم الحد في نفس التوقيت اللعب نادي زمالك فيه مباراة سموحة ان انا اجيب فرقة قوية جدا بحجم نادي سموحة او حجم نادي اخر واقول العب بالفولتين بتاعي عشان اجهز اللعيبة للمباراة فده الطبيعي اللي كان المفترة الجميزي النهاردة يعمله ان هو يلعب باللعيبة ويجهزها بشكل ايجابي جدا ويشتغل عليها الشكل الفني اللي هو عايز يواجه فيه فرقة نهضة بركان انا هبفكر ازاي هشتغل ازاي السيناريوهات اللي انا ممكن تكون مشابهة لمباراة نهضة بركان كنت اقدر اعملها النهاردة في مباراة سموحة تجربة قوية تجربة فرقة ما تقلش اهمية عن نهضة بركان بتلعب بشكل خططي كويس جدا فاللي انا كنت اطبقه مع نهضة بركان كنت اقدر اطلع كل الافكار اللي انا عايز اجربها كمدرب في مباراة النهاردة كنت اقدر مباراة انا من وجهة نظري مع احترام الكامل لفرقة سموحة كانت مباراة فيلم متناول لنادي الزمالك لو بلعب به القوة الكاملة للتشكيل المثالي نازمة